اشتركوا في القناة ارطوا على فخامة الرئيس استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية للمساعدة بأي شكل كان صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع بيانا لفت فيه إلى أن التطقيق الجنائي هو واجب الوجوب بعد كل الذي مر على لبنان من ويلات ومآس وكوارث وعليه نتوجه إلى كل من يعنيه الأمر بسؤال لماذا لم تقدموا على دعم فكرة التطقيق الجنائي منذ بداية هذا العهد على رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي وبكافة الأحوال هذا لا يعني إطلاقا أننا لسنا بأمس الحاجة لحصول تطقيق جنائي اليوم قبل الغد في المصرف المركزي وإدارات الدولة المعنية تباعا ولكن يبقى السؤال الأساسي لماذا لا يقدم فخامة رئيس الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تضمه مع حلفائه فقط لغير لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامة الرئيس جديا فيما يطرحه أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح أن الأولوية هذه الأيام هي لقضايا الناس الحياتية ومعالجة أزمة الغلاء والتفلط على كل المستويات وفي كل مكان وما ينفع الناس وقف الانهيار ليبدأ الإنقاذ فهل المعنيون سيفعلون مشيرا إلى أن الوقت يضيق والسباق مع الأيام للخلاص أو الانهيار التام افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون حملة التلقيح في المؤسسة العسكرية التي انطلقت صباحا في 21 مركزا صحيا عسكريا على كل الأراضي اللبنانية ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية وقال مصدر عسكري أن العدوان أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية إلى ذلك ذكرت قناة المنار أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وصمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني ختام الموجز عودة لمتابعة برنامج يوم جديد